فيلمنا بيبدأ في جزيرة هاشيمة في اليابان سنة 1944 ده حديدا في منجم الفحم وبنشوف مجموعة من العمال الكوريين وهم بيحفروا في المنجم وسط ما الجنود اليابانيين بيدربوهم وبيعذبوهم وبنشوف واحد هو بيحفر في المنجم وفجأة الغاز بيتصرب فبيتراب وبيخرج لكن الجند الياباني بيدربو وبيجبرو ان يحفر لحد ما المنجم بيتهد فوقو وبيموت وبعدها بنشوف واحد وهو بيساعد 3 اطفال عشان يهربوا من اليابان ويرجعوا لكوريا وبيطلب منهم ان كل واحد ياخد باله من نفسه بس وانهم يكملوا لو حد منهم اتمسك وده لانهم كلهم هيموتوا وبيموت واحد وبينجح الاثنين التانين انهم يهربوا وبيوصلوا للبحر وفجأة بتظهر سفينة يابانية وبيبقى عليها كوريين واللي بيقرروا انهم يستادوا الاطفال في الشبكة بتاعتهم عشان يبلغوا عنهم وياخدوا المكافأة وسنة 1945 بيظهر لي واللي بيكون عازف وعنده فرقة مصدقية بتغني بنته فيها وبينشوفهم هما بيعزفوا في كازينو في كوريا وبتداء السوهي لما بتشوف والدها وبيتكلم مع صاحبة الكازينو وده لانها بتغير عليه وبعدها بيبدأوا العرض بتاعهم في الوقت ده بتوصل الشورت عشان تقبض على لي بسبب ان الرئيس القسم اكتشف انه كان على علاقة بزوجته لكن صاحبه الضابط بيلحقوا ولما بيشوفهم ليه بيهرب من الكازينو بسرعة وبعدها بيروح لي البيت الضابط وليبيظهر انه بياخد رشوة منه عشان يسمح له يعزف في الكازينو وبيقنعوا الضابط انه يسافر لليابان عشان يشتغل فيها وساعتها هيدخله فلوس كتير وبيقولوا انه هيساعده وهيدي رشوة المكتب السفر فبيقولوا لي انه سمع ان الجيش الفلبيني خرج من اليابان وبيسألوا ان كانت اليابان هتخسر الحرب فبيقولوا الضابط انها مجرد اشعاعات وان فيه الاف من الجنود الامريكيين اسرة في اليابان فبيصدقوا ليه وبيسافر هو وبنته وفرقته على السفينة اللي مسافرة اليابان وبيبقى فيها الاف الكوريين وبيتخنق ليه وبنته بسبب ريحة الوحشة وفجأة بيسمعه صوت خناء وبيظهر ان تشيلسونج هو اللي بيتخنق ولي بيكون رئيس عصابة كوري وبيرفع الجنود اليابانيين على السلاح وبيهددونه لو مسكتش هيقتلوه هو وكل اللي على السفينة لكن تشيلسونج مش بيفهم منهم حاجة وبيطلب من اللي بيفهم يابان انه يترجم له فبتقول له واحدة من الموجودين على الجند قاله وبتتعصب على تشيلسونج وبيتهينه قدام كل الموجودين لكنها بتضطر تسكت بسبب الجنود وبعدها بيوصل الركاب للمينة الياباني وبيدي ليه لواحد من المينة خطاب التوصية بتاع الزابط وساعتها بيتصدم وبيكتشف ان الزابط كان بيتحك عليه لما بيشوف كمية الخطابات المرمية على الارض وبعدها بيركبوا السفينة اللي هتوصلوا للمنجم واول ما بيوصلوا بيظهر الجنود اليابانيين واللي بيفضلوا يضربوا فيهم وبيخطفوا الستات وبيحطوهم في مركب لوحدهم وبيترعب ليه لما بياخدوا منه بنته بالعافية وبيتدرب تشيلسونج وبيحاول يدفع عن واحدة وبعدها بيدخلوا المنجم وبيفاتشهم الجنود وبياخدوا منهم كل حاجة وبيخبلي فلوسه وبيحاولوا ان ينقذ نفسه اول ما بيشوف جنده كوري وبيقولوا انه عازف وانه معه ترخيص انه يعزف في اليابان وبيوريله خطاب التوصية اللي معاه في نفس الوقت اللي الجنود بياخدوا فيه الستات وبيقلعهم هدومهم عشان يكشفوا عليهم ويعرفوا ان كان عندهم امراض تنسلية ولا لا وبيتخفصوه وبتفضل تعيط وبيدي ليه الساعة بتاعته للجندي الكوري عشان يعرفوا مكان بنته وفي الوقت ده بيظهر زابط ياباني وبيطلب من ليه ان يعزف النشيد الوطني بتاعهم فبيوافق على طول وبيبدأ يعزف هو فرقته وبعدها بياخد الجنود الستات لبيت الموتة عشان يشتغلوا في الضعارة ويعملوا علاقات مع الجنود اليابانيين وبيوصل مدير المنجم وبيحيي كل اللي وصل من كوريا وبيقولهم انه هيديهم شرف المشاركة في الحرب لصالح الجيش الامبراطوري وبنعرف ان المنجم موجود من خمسين سنة وانه يعتبر المورد الاساسي للفحم في اليابان كلها وبيبدأ الجنود يجهزوا الكوريين وبيقلعهم هدومهم وبيحلقوا لهم شعرهم وبعدها بيعرفوهم انهم هيدفعوا رسوم السفر والخدمة والهدوم والاكل من الاجور بتاعتهم الشهرية وان القبض بتاعهم مكفاش ساعتها ياخدوا من القبض اللي بعده وبيظهر ان المكان اللي هم فيه غير قدمي حتى الاكل بيبقى فيه حشرات وبعدها بنشوف المسؤول الكوري وهو بيدرب واحد وبيكسر ان الضرب بتاعته فبيدفع عن الشاب وبيقول المسؤول انه مجرد ولد صغير وفي الوقت ده بيظهر الزابط الياباني وبيسألهم عن اللي بيعملوه فبيطلب من لي انه يترجم كلامه وده لانه بيعرف يتكلم ياباني فبيوافق لي وبيقول الزابط كلام ولي بيكونه عبارة عن انه هيتعارك مع المسؤول الكوري بطريقة الساموراي ولو هو اللي كسب ساعتها هو اللي هيبقى مسؤول عن الكوريين ولو خسر هيبقى تحت رئاسة المسؤول الكوري فبيتبسط الزابط الياباني باللي اقتراحه وبيوافق وبيبدأ يتخانق مع المسؤول الكوري وبيفضل يضربه لحد ما بيكسب وبيجرح وشه وبالقلل معاه في الوقت ده بيوقفه يون واللي بيظهر انه اكبر واحد في المنجم وانه شخصية مهمة وبيقول تشيلسونج ان اليابانيين عايزينهم يتخانقوا مع بعض وكلما تقتلوا كله ما بقوا عبيد بين ايديهم لكن تشيلسونج مش بيقتنعوا وبيقولوا ان الحقير ده مش كوري زيهم وبعدها بيطلب من الزابط الياباني انه يساعدوا انه يبقى مسؤول عن الكوريين فبيضحك الزابط وبيطلب منه يروح مع المكتب وبينشوف سوهي وهي مع باقي الستات الكوريين وهم قاعدين مع مدير المنجم وباقي الزباط وبتخاف ان حد في يوم يلمسها وبتتفاجئ لما بيشغلوا الاغنية بتاعتها وبتطلب من واحدة انها ترجم كلامها وبتقولهم انها صاحبة الاغنية وبتبدأ ترقص قدامهم عشان يصدقوا وبتحايل امبراطورها بتعيط فبيعجب مدير المنجم بيها وبيطلب ليه والفرقة بتاعته وبعدها بيظهر بارك مويونج واللي بيكون زابط في جيش التحرير الكوري في الصين وبنعرف انه متفوق جدا لدرجة انه حصل على درجات اعلى من الامريكيين فعملية التسالل لسيول عاصمة كوريا وبنشوف بارك وفي مكتب رؤسائه وبيعرف منهم انهم محتاجين يحرروا كوريا في اسرع وقت وانه الوحيد اللي هيقدر يحل السرعات دي هو يون وده لانه كان بيتولى جمع الفلوس في الحكومة الكورية المؤقتة لكن اليابان قبضت عليه من سنتين ونشروا خبر انه مات لكنهم اكتشفوا الحقيقة وهو انه لسه عايش وموجود في منجم هشيمة في اليابان وبيطلبوا من بارك انه يروح المنجم ويرجعه وبنشوف له فرقته وهم بيجهزوا عشان يعزفوا في الحفلة بتاعت مدير المنجم في نفس الوقت بقى مسؤول فيه عن كل الكوريين وبيوجيهم عشان يشتغلوا وبنشوف واحد من العمال وهو بيشرب السائل اللي بيطلع من الديناميت بسبب الجوع وبيوصل بارك للمنجم وبينجح انه يلاقيون وبيعرفوا لما بيساعدوا وبيوقف عربية الفحم معاه وبعدها بيكمل العمال الشغل وبيفضلوا يحطوا الفحم في العربية اللي بتنقله لحد ما بتفلت فجأة من على القضي وبتدوس على طفله وبتقتله وبعدها بتفلت وبتسبب تصرف في الغاز وبينفجر المنجم وبيتعصب مدير المنجم لما بيعرف انه فيه حريق بالسبب انه بيحصل حريق كتير فيه وبيعرف ان الحريق اللي في منجم اتنين اللي الكوريين بيشتغلوا فيه وبيطلب من المساعدين بتوعه انهم يديقوا الخناء عليهم عشان يقلل من انتشار الحريق في باقي المناجم لكنه بيتصدم لما بيعرف النيون موجود في المنجم وبيطلب من الجنود انهم ينقذوا بأي طريقة وفي الوقت ده بيحاول العمال الكوريين انهم يخرجوا من المنجم وبيطلب بارك منهم انهم يفجروا عشان يعرفوا يخرجوا المنجم ثلاثة فبيتعصب تشيلسونج عليه لكن بارك بيقرر انه يفجروا بالديناميت اللي مع العامل وبينجحوا فينهم يخرجوا وبيتصل مدير المنجم على رئيسه وبيعرفوا ان فيه كوريين كتير ماتوا وانه هينقل الجرحة للمستشفى وبعدها يحرقوهم مع جسس اللي ماتوا فبيقولوا رئيس الشركة ان فيه قيود على عدد الكوريين اللي بيجيبهم من كوريا بسبب سرعات الحرب وانه مش يسمح ان الشركة تخسر فلوس اكتر من كده فبيوعدوا مدير المنجم انه يحل المشكلة في اسرى وقت وبيبص على سوهي وبيعرفوا انه عنده هدايا ليه وفي الوقت ده بيسمع تشيلسونج واحدة بتسرخ بسبب ان فيه ياباني بيدربها وبيظهر انها نفس البنت اللي كانت بتزعاله في السفينة فبيدفع تشيلسونج عنها وبيضرب الياباني وبعدها بياخدها للقوضة بتاعتها وبتفكر انه عايز يدخل في علاقة معها لكن تشيلسونج بيرفض وبيقولها انه عايز يسمعها ويبتشتكيه بس فبتترع البنت عليه وبتقوله انهم خطفوها وشغلوها في الضعارة وساعتها كان فيه بعوض بيموت اي حد يقرسه وشافت بعينها صحبتها الصينية اللي الجنود قتلوها على المسامير وعشان كده قررت تسكت وما تقولش انها مريضة وبعدها خدت محلوله وخفت بسبب طبيب ياباني لكن قوات كوري هو اللي رجعها تاني بعد ما هربت من الجنود اليابانيين فبيقولها تشيلسونج انها محتاجة تسيطر على اعصابها وان الاوضاع هتتحسن عاجلا او عاجلا وبيتفاجئ ليه لما بيطلبوا مدير المنجم وبيقولوا انه بيفكروا انه يبعد بنته رئيس المنجم عشان يتبنيها وده لانه فقط بنته بسبب القصف الاخير وبيقولوا مدير المنجم انهم في حرب وان الناجين بس هما المنتصرين الحقيقيين فبيخرج ليه من عند مدير المنجم وبيشوف بنته وهي بترقص تحت المطر فبيرقص وبيغني معيها وبعدها بيطلب ماركم اللي انه يساعدوا في انه يتحقق من طرد بعد ما بيتكلم معيونه وبيعرفوا انه هيهربوا لكن ليه بيعرف انه مخاب بسر كبير وبيرفضوا انه يساعدوا فبيعترف بارك بالحقيقة وبيعرفوا انه هيهرب يون وفي الوقت ده بتظهر عسكر يابانية وبيخاف بارك ان ليه يبلغ عنه لكن مش بيعمل كده وبيجدب على الجنود اليابانيين وبعدها بيوافق انه يساعدوا لكن على شرط انه يهربوا هو وبنته فبيوافق بارك وبيهددوا انه هيقتله لو الخطة بتاعته تسربت وبعدها بيبدأ ليه يجهز للخطة واللي بتكون عبارة عن انه هيطلع نسخة على مفتاح المكتب بتاع مدير المنجم وفي الوقت ده بنشوف وهو بيرمي هدوم للبنت الكورية واللي بيكون اسمها مالنيون وبتتدائق منه لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي فاكها في قلب الهدوم وبيروح للبنت وبيعرفها انها هتنام في قط المشرفة بتاعتها وده لانهم هيهربوا اول ما ينادي عليها وبعدها بينجح لينه يجيب نسخة من المفتاح وبيديها البرك ولما بيجي الليل بيهرب من المنجم وبيروح لقط المدير وبيبقى معاه واحد من مساعدين يون واللي بيغطي عليه وبيلهي الجنود اليابانيين عشان يقدر يدخل المكتب من غير ما حد ياخد باله ولما بيدخل البرك بيبعث الترد للحكومة الكورية عشان يعرفهم بخطة الهروب وبيتخلى عليه وبيقولهم ان هو ويون بس لا يهربوا ويطلعوا السفنة لا توصل للجزيرة وبعدها بيشوف الخزنة فبيقرر ان يفتحها لما بيعرف ان فيها سجلات الحسابات الكورية وبيتفاجئ كل اللي في المنجم لما بيشوفوا الطيارات الامريكية وبيعرفوا ان فيه قصف وبيطلب المسؤولين من كل المواطنين انهم يقفلوا الانوار ويفضلوا في بيوتهم وفي الوقت ده بيساح بارك يون وبيطلب منه يمشي معاه وبيشوفهم ليه هما بيهربوا وبيعرف انهم ضحكوا عليه وبيدق يون بسبب انه مشي من غير ما يودع صحابه وبيعرف بارك انه حرامي وانه بيسرق فلوس الكوريين وانه فلوسهم بتتسجل في حسابه هو ونص الفلوس اللي بتتحول لحسابه بتروح لمدير المنجم فبين كريون وبيعمل انه ما يعرفش حاجة عن الحسابات دي وبيجدب عليه وبيقوله انه مدير المنجم هو اللي عمل كده وهو اللي سجل اسمه في العود لكن بارك مش بيسده وبيسأله عن السبب عدم محاكمته من اليابانين لحد دلوقتي على الرغم من انه مقبوض عليه وبيحول الفلوس للحكومة الكورية المؤقتة فبيقوله انه مدير المنجم هو اللي كان عايز كده فبيرفع بارك على السلاح وبيتهمه انه خاين وبيقوله انه كان زمنه في السجن لو ما كانش معاهم وبيعرف ان يون اتفاوض مع اليابانيين على انه يجيب الشباب الكوريين للمناجم ويسرقوا فلوسهم فبيطلب منه انه يقتلوا ان كان مصدق انه خاين وفي الوقت ده بيدخل ليه عليهم وبيشتم بارك بسبب انه كدب عليه فبيستغل يون الفرصة وبيطلب منه انه ينقذوا من بارك بسبب انه جسوس امريكي فبيطلب ليه من بنته انها تسرخ ويتعرف مدير المنجم بكل حاجة وبيدخل واحد من مساعدين يون وبيمسك سوهي وبيهدد انه هيقتلها وبيطلب من بارك انه ينزل سلاحه فبيسكتوا بارك وبيطلب منه يقرى السجلات عشان يتأكد من الحقيقة وبعدها بيسأل يون ان كان حسس بالاسف تجاه الكوريين وبيهددوا انه هيبلغ الحكومة الكورية بخيانته في الوقت ده بتضرب الطيرات الجزيرة وبيولع المنجم وبيحاول العمال انهم يهربوا وبيرفض الجنود انهم ينقذوا القوريين ويحبسهم في المنجم بعد ما بينقذوا اليابانيين وبيهربيون بعد ما بيدرب بارك بالنار وبيتراب لي لما بيشوف يونه وبيقتل المساعد بتاعه بسبب انه قرى اللي في السجلات وبيستخبه هو وبنته عشان ما قتلهم شوه كمان وبيطلب رئيس المنجم من الضابط الياباني واللي بيكون اسمه يامادا انه يسمد على قد ما يقدر فبيتعصب يامادا وبيقولوا ان حتى لمدير النهار وبيسألوا ان كان عايزهم يموتوا وبيتصدم لما بيعرف ان امريكا ضربت هيروشيما بكون بلا قوية جدا وانه وصل عدد ضحايا المئة الف وبيعرف يا مادا انهم خسروا الحرب بعد وفاة هتلر وانهزام المانيا وانهم هيتعاملوا كمجرمين حرب وبيطلب رئيس المنجم منه ان يحرق اي سجلات تستخدم ضدهم وبيوافق على اقتراح يا مادا وهو انهم يقتلوا الكوريين بسبب انهم هيشهدوا عليهم وبيقرر يا مادا انه يقتل المدير المنجم عشان يبقى هو المدير الجديد وفي الوقت ده بيشوف ليه بارك هو خارج من الميا فبيزعقله وبيقولوا انه بوس كل حاجة لكن سوهي بتلاحظ انه مجروحه وبتسأله ان كان حاسس بالقلم وبيزعق للكوريين لما بيشوفوا الجسس بتاعتهم وابتتحرق قدام عينيهم وبينجح ليه في انه يساعد بارك ويجيب له الادوات اللي هيعالج بها الجرح بتاعه وبيعرف يا مادا ان فيه طالبة يابانية قتلت على ايد كوريين فبيتبسط وده لانه بقى فيه سبب عشان ينتقم منهم وتاني يوم بيجمع الكوريين عشان يحاكم القتل البنت وبيعترف المسؤول الكوري على تشيلسونج لكن بيظهر انه بيجدب وبيعرف انه هو نفسه القتل للبنت اليابانية وبتزعق له مالنيون وبتقوله ان تشيلسونج كان معهم ساعة الحادثة فبيوقفها تشيلسونج وبيروح مع المسؤول الياباني بعد ما بيشتموا وفي الوقت ده بتكون سوهي مع بارك اللي بيوعيدها انهم هيخرجوا من هنا وهيأكلها مكارونا وبيطلب منها تساعدوا في حاجة وبينجح انه يوصل لمكتب يا مادا وبيسمعه وبيتكلم معيون وبيعرض على انه يدي له كل الفلوس اللي خادها من المدير السابق مقابل انه يخرجوا من المنجم وبيتصدم بارك لما بيعرف انهم نويين يقتلوا كل الكوريين بمساعدة يون وفي الوقت ده بينجح لينه يلاقي السجلات بتاعتهم وبيرفض تشيل سونج انه يعترف بقتل البنت على الرغم من انهم بيعزبوه جمد وبيكهربوه وبيشتم المسؤول الكوري وبيهددوا انه هيقطعوه حتة حتة وبيترجى لي بارك انه ينقذ بنته ويرجع لكوريا فبيعيدوا بارك انه هيرجع كل الكوريين وبيجدبيون على العمال وبيفاهمهم ان اليابانيين هيعوضوهم وهيعالجوا كل الجرحة وهيرجعوهم لكوريا لكن بشرط انهم يحضروا الاحتفال بتاع فتتاح المنجم بعد القصف فبيتبسط العمال جدا لكنهم بيتصدموا بكلام بارك واللي بيعرفوا ان المدير مات وان يا ماذا هيماوتهم كلهم لو دخلوا المنجم تاني يوم فبيجدبي يونو وبيقولهم ان بارك جاسس وبيحاول يفرقهم لكن ليه بيدافع عن بارك وبيبقى مع السجلات وبيحاول يونو ان ينكر لكن بيبقى في واحد من العمال شافه وبيقتل المساعد بتاعه لكن يونو مش بيستسلم وبيفضل يدافع عن نفسه لحد ما بارك بيتباحه فجأة بعدما بيعرف كل العمال انه كان خان فعلا وانه سرق كل فلوسهم وبعدها بيسألوا بارك عن الطريقة اللي هيهربوا بيها فبيعرفوا منهم كانوا بيفشلوا بسبب ان يونو كان بيبلغ عنهم وانهم حاليا يهربوا في سفينة الفحم ولكن مجموعة منهم بتعترضوا وبتقترح انهم يتناقشوا مع اليابانيين وده لانهم مستقفون اكثر منهم فبيتعصب عليهم واحد من العمال وبيقولهم انهم ما كانوش هيعيشوا بالطريقة دي لو كان اليابانيين عقلين فعلا وبيزعلهم لي وبيقولهم انه هيهرب هو بنته وده لانه عايز يعيش فبيوافق اغلب اللي في المنجب انهم يهربوا وبيقرر انهم يربطوا اللي رفضوا عشان ما يبلغوش عنهم وبينجح تشيلسونج انه يهرب بمساعدة صحابه وبيشرح بارك خطته وبيقولهم ان اللي هيركب الاول هم الستات والاطفال والمجروحين وان هدفهم انهم يعبروا السير النائل للفحم عشان يطلعوا على السفينة ويهربوا وبيبدأوا كلهم يجاهزوا كل المعدات عشان يحموا نفسهم وبتروح مالنيون لتشيلسونج وبتطلب منه يهرب معاهم فبيرفضوا بيسألها ان كانت مفكرة انه 400 شخص هيقدروا يطلعوا على سفينة واحدة فبتقولوا ان كلهم هيموتوا تاني يوم على كل حيال وبيهرب كل العمال من المنجم وبيتفاجئوا لما بيلغوا الجنود اليمنين لكن ليه بينجح في انه يضحك عليهم وفي الوقت ده بيوصل بارك وبيقتلهم وبعدها بيوصلوا للسير النائل وبيحاول ليه انه يطلع مع بنته لكن الموجودين بيرفضوا بسبب انهم مش هيطلعوا غير الستات والجرحة والاطفال في الاول وبتخاف واحدة من انها تنزل من عسير للسفينة فبيشجع واحد معاقب يقول لها انه ينزل في الاول وهتتأكد ان مش يحصلوا حاجة وبينجح فعلا انه ينزل للسفينة وبعدها بتتشجع الستات وبيبدأوا ينزلوا بعده لكن يا مادة بيعرف ان الكوريين بيهربوا فبيطلب من جنوده يضربوا عليهم النار وبيتراب كل الموجودين لما بيسمعوا صوت النار وبيتزحموا على السير وبتتراب ملنيون وبيطلب منها انها تسبقوا وبيوعدها انه يحصلها وهيهرب معاها وبيقع الناس من على السير بسبب التزاحم في نفس الوقت اللي الجنود اليابانيين بيدربوا نار عليهم وفجأة بيتكسر السير وبيقع وبيتبسط يا مادة جدا من الحرب وبيطلب من الجنود انهم يقتلهم كلهم وبيحاول الكوريين انهم يدفعوا عن نفسهم وبيرموا الديناميت على الجنود في نفس الوقت اللي لي. بيحاول فيه يرفع السير عشن يعرفوا يوصلوا للسفينة لكن مش بيقدر لوحده فبتساعدوا بنته وبعدها بيساعدوا كل الموجودين وبينجحوا انهم يرفعوا فعلا لكن مش بالقدر الكافي. فبيلاحظ لي العلم وبيقطعوا وبيربطوا في السير عشن يرفعوا به وبيضرب شيلسونج نار ها وصحابه على الجنود اليابانيين واللي بيخافوا وبيترجعوا في نفس الوقت اللي لي بينجح في انه يرفع السير وبيطلع الكوريين عليه وبينطوا في المية. وبتمسك مالنيون بندقية. وبتضرب نار مع تشيلسونج لكنها بتصيبها طلقة فجأة. وبيحاول تشيلسونج انه يدفع عنها ويقتل اللي قتلها. وبينجح انه يقتل المسئول الكوري وبيقسمه نصين. لكنه بيتصب بطلقات كتير. وبيتأسف لمالنيون بالسبب انه ما وفاش بوعده. وبيقول لها انها هتقدر ترتاح دلوقتي. وبيموت هما الاتنين. وبيتجنن يا مادة وبيفضل يضرب نار على الكوريين. وبتترعب سوهي لما والدها بيتضرب بالنار. وبيحاول ليه انه يقتل يا مادة لكنه بيفشل. فبترمي سوهي عليه ازازة وبتولع فيه. وبعدها بيقطع بارك راسه وبالسفل معاه. وبيقول للجنود اليابانين ان موديرهم ويا مادة ماتوا. ونهم هيرجعوا الوطنهم. وبعدها بيساعد ليه. وبيركبوا السفينة. وبتفضل سوهي تعايت على والدها. واللي بيطلب من بارك انه يأكل بنته مكرونه بالسكر ودل ان دي اكلتها المفضلة. وبيترجعتني ببنته. وبعدها بيعتذر لها وبيقولها انه ما كانش قادر يديها كل حاجة. وبيطلب منها انها تغني له. لكنه بيموت بعدها على طول. فبتنهره وبتعايته بتقوله ان وعدها انه مش هيموت. وبيزهر نور فجأة من بعيد في تسعة اغسطس سنة 1945. وبتبقى الساعة 11 الصبح. وبيتراعب الكوريين لما بيشوفوا النار اللي ظهرها من هيروشيما بسبب القنبلة النووية. وبيقول واحد من العمار ان في كوريين كتير عايشين فيها. وبنعرف ان منجم هشيمة تفتح سنة 1890. وانه كان السبب في رفع مستوى الصناعة اليابانية بشكل ملحوظ. وسنة 1970 اعتمدت اليابان على مصادر طاقة جديدة. وقفلت المنجم سنة 1974. واصبح رسميا موقع تراث علامي من اليونسكو سنة 2015. لكن اليابان رفضت لحد دلوقتي انها تعترف في اللي كان بيحصل في المنجم. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو ناعي. ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون. سلام.